اي مشويات جبابا بغنوك انا بشوي متنجان بشوي فلفل بشوي بصل كل ده وحلو لو شوينا كمان توم مفيش توم خلاص مش مشكلة ماشي لو مش طبعا بنفوت بالسسر لو مش في المكنة لازم تقطعيها الاول كده وبعدين تهرسي عشان في خيوط هنا توقع بالطول كده لازم تتقطع وبعدين نهرسي زي ما انا عايزين يعني دي كده مهمة قوي كده او بالمكنة على طول كده بالمطحنة واتحنيها الكابة باي حاجة عايز اقولك طبعا انت ممكن تعمليهم في الكابة بس سبحان الله دي طعم ودي طعم انها الكابة سهلة جدا وحلوة قوي بكل حاجة بس دي طعم ودي طعم اللي بتعمليها في ايديك حاجة ولي بتعمليها في مكنة حاجة تانية خالص مش فهمة ليه معانا هي نفس السكينة برضو بس لا برضو سبحان الله انا قد نقطع بقى الايه بصل المشوي نقطع برضو كده شويتين وبعدين نخد لكابة خبطة هو وقت تاني بصل المحشوي بديه رحي حلوة قوي قد اعذر ايه يعني انظرتكم في فرحانة طول الفوصلة انا نروم ازعاج تعالوا بقى نكمل كده خلاص فرمناها حلو حلو الكلام تعالوا بقى نعمل ايه نعمل الطحينة نحط هنا حوالي نص كوباية من الطحينة يا جنة شكرا يا جنة كل ساون طيبة بس هتخلى وحطت الطحينة وبزود مية شوية شوية بفك الايه الطحينة عادي خالص ماشي انا جملكوا سلطة مناسبة لها طبعا جمع سلطة الخضرة اساسي اه طبق شربة برضو اساسي خلالة الاسطية دي مهمة لان هي تكون مفيدة للمعدة جدا سلطة الخضرة والشربة دول الحاكتين اسطيين كده مع كل فطار لان هو بيعوض الجسم بيتامنات كتير جدا مهمة للجسم يعني هي مش مجارب بس ان احنا عايزين نعمل اكل كتير او لأكل عشان لازم ناخد جسماني ياخد حاجات مفيدة كتير عليها بقى شوية ايه هنحط هنا الطم زوصة لزلت شكرا معلقة كبيرة طم افروم وكمون وملح وفلفل كل ده على الايه ده بدونس هينزل بيت اخلاقه كله هينزل وعصير اللمون اهو تعصولي اللمونتين عليها تبقى حلوة او فيها اللمون كتير حلوة الكلام وهنروح بقى ايه منزلة الخبط اللي خبطته ده كله الله كنت مخبط في ايه كنا عاملين بتنجاب مشوي عليه بصل مشوي وفلفل مشوي عايزين تحط معاها شوية كده فلفل حامي موافقون 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 موسيقى